مرحبا وكيف الحال وكل عام وأنتو بخير وينعاد علينا عيد الأطحى المبارك باليمن بالبركات عيد اللحوم فشو فيه أحسن من موضوع أحكي عن فوائد اللحوم الحمراء وعن علاقتها بالسرطانات إن وجدت وإيش رأيي كعلميا في هذا الموضوع اللي داما بكل شوي بتلاقي دراسة طالعة فيه بالأول خلينا نحكي عن فوائدها وإيش الأشياء اللي بتأثر على فوائدها وبعدين منتعل على الدراسات وليس أساسا ما بتعنيني هاي الدراسات لأنها مش دقيقة يلا خلينا نبلش أكيد معكم وقدمكم أحمد سمارة وإنتوا على قناة سمارة سكيتولايف القناة المهوسة كل ما يتعلق بالرجيم الكيتوني والتغذية وخلينا نبلش بالتفاصيل أكيد لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايك تشتركوا بالقناة ويلا نبلش في البداية تعتبر اللحوم الحمراء من أكثر الأطعمة اللي أنت بتكون عملت فيها خير لجسمك إذا تناولتها فهي تعتبر من أكثر الأطعمة اللي ممكن تكون محتوية على مغذيات مفيدة إلك فأول ما هذه الأطياف من المغذيات احتوائها على كمية كبيرة من الطيف الواسع للفيتامين بي فبتحتوي الميتجرام من هذه اللحوم الحمراء اللي بنحكي لحوم الماعز ولحوم الأبقار على تقريبا 32 أو 25 بالأحرى في المية من حاجتك اليومية من الفيتامين بي 3 أو النايسين بالإضافة أنه بتحتوي على تقريبا 39% من الفيتامين بي 12 واللي دايما بعانوا من نقصه الحاد وبتطروا ياخدوا سبليمنت من الأشخاص اللي بياكلوا النباتات بسبب عدم وجود الفيتامين بي 12 إلا في مملكة الحيوان الشغلة الثانية وجود الفيتامين بي 6 اللي تقريبا موجود 18% من حاجتك اليومية من البي 6 بس في 100 جرام من اللحمة لا ننسى أنه تقريبا في كمية منيحة من الفلك أسد إن كان في الماعز والأبقار واللي هو ضروري جدا لصحة الإنجابية للأم الحامل وجنينها أكيد نضيف على ذلك أنه مش بس الفيتامين بي هو الموجود بكميات كبيرة في اللحم ففيها أهم عنصر من العناصر الجسم الإنسان بيحتاجه وهو الحديد وهو المكون الأساسي لكراية الدم الحمراء في الهيموغلوبين داخلها وهو اللي بيعمل على نقص الأكسجين داخل الخلايا فالميتا جرام من اللحوم الحمراء تقريبا تحتوي على 12% من قيمة التي تحتاجها في اليوم من الحديد فتقريبا الميتا جرام من اللحم يحتوي على 3 إلى 4 ميلي جرام من الحديد في داخله أضف إلى ذلك أنه لنوعية الحديد الموجودة في هذه اللحوم الحمراء هي من الهيما آيرون سريع الامتصاص من سميه هاي بايو أفيلابيليتي يعني بامتص الجسم 15% لـ 35% حسب الليمون اللي انت حاطته معه وجود الفيتامين سي أو عدمه وقيمة الجسمك قديش جسمك بحاجة للحديد بينما المصادر الأخرى من الحديد زي السبانخ وغيرها البيو أفيلابيليتي لها قليلة جدا وتقريبا 5 إلى 10% امتصاص وكميتها قليلة بالنسبة لحجمها فبالتالي بدك كميات كثير كبيرة عشان تحصل حاجتك اليومية أضف إلى ذلك أنه كثير مهم لصحة الشعر ليلة أنه يحتوي على كمية كبيرة من الزنك فهو يحتوي تقريبا 32% من الحاجتك اليومية من الزنك وبرضه مهم لصحة المريض السكري فهو يحتوي على 24% من السلينيوم اللي بيقلل أكيد من مقاومة الإنسولين منضيف على ذلك أنه اللحوم الحمراء إذا كانت بلدية وعضوية فبتحتوي على كميات أكبر من الأوميغا 3 المفيدة للأوعي الدموية وبتقلل بذلك الالتهابات اللي ممكن تأدي لأمراض القلب والاستخطو السكري الميتة جرام من اللحم هذي تقريبا فيها 177-176 كيلو كالوري سعرة لما أنت بتاكلها والأضباء اللي بيقش الأحلى كمان أنه جسمك بصرف 10-20% من الطاقة اللي داخله حتى يقدر يهضمها فأنت أكيد ما بتزيدك بالوزن هذه الميتة جرام من اللحم عادة أو تحتوي على من 20-25 جرام من البروتين الصافي عالي الكواليتي بنسميه هاي بايو أفيلابيلتي برضو لأنه من أرقى أنواع المصادر للبروتين اللي هي اللحوم الحمراء أضف إلى ذلك أن هذه القطعة من الميتة جرام تحتوي على 17-20 جرام أو 25 جرام من الدهون حسب حستك من القطعة اللي فيها دهون في هذه القطعة اللحم فبالتالي مغذية من جميع النواحي مغذية بالدهون مغذية بالفيتامينات الدائبة بالدهون مغذية باللحوم والبروتين وفقيرة بأسوأ عنصر ممكن يأذي مريض السكري والأشخاص اللي بعانوا من السمنة والإضطربات الأيضية اللي هي السكر فكمية السكر الموجودة في اللحوم صفر وهون ما إنا عرفنا فوائد اللحوم وإحنا مقبلين على تناول كميات منيحة من اللحوم خلينا نشوف الدراسات المتعلقة بتناول اللحوم الحمراء وعلاقتها بالسرطان والسكري ففي أبحاث عمالها بتربط تناول اللحوم الحمراء في إصابة بالسرطان أو بأمراض السكري أو بأمراض القلب والضغط وأمراض الكورنيري هارتري ديزيز أمراض القلبي يعني بشكل عام والأوردة التاجية القلبية هلأ أول إشي عشان نحكي فيها بموضوع نستثني موضوع السكري لأنه عادة اللي بعملوا الحميات الكيتونية ويكون عندهم سكري مع التزامهم البسيط فيها لأكثر من شهرين ثلاثة لسنة زمان عادة بيعكسوا السكري ويكون عندهم سكري ويأخذوا علاجات وبوقفوا هذه العلاجات فعلاقة اللحوم لأن الكيتو مركز على اللحوم بشكل أساسي والسكري هي علاقة خاطئة ممكن يكون اللي عاملها عم بيأكل اللحمة مع سكر وعليه صارت الدراسة فنستثنيها تماما لإلها منافية للمنطق والعقل فاللحوم خالية من السكر وتأثير البروتين على رفع السكر قليل وتأثير الدهون معدوم أما النقطة الثانية نحكي عن الدراسات وعلى أي أساس حددوا أنه هي خطيرة علينا اللحم الحبرة النوع الأضعف من أنواع الدراسات في أسفل قاعدة الهرم نسميها الـ Ecological Study أو Observation Study أو Correlation Study الدراسات المقارنة دراسات الملاحظة هذه النوع من الدراسات باجع على محمد ومحمود وحسن بقولهم شو أكلتوا خلال السنة الماضية على أساس أن محمد ومحمود رح يتذكروا شو أكلوا خلال السنة الماضية كاملة وحطوا لهم هل تناولت اللحوم؟ هيقول لي نعم بس قديش أخدت من اللحوم؟ وكم مرة بالأسبوع؟ وهذا الجواب اللي هو جاوبه بسطر بده يكون يعكس السنة كاملة على أساس برضو أنه بتذكر فهذه الدراسات لأنه بتسأل أنت ميت سؤال في كل أنواع الأكل الممكن يأكله خلال السنة كاملة هي غير دقيقة أول إشي لا الذاكرة بتسمح ولا التنوع بكافي وأساسا الشخص ممكن يمل ويكون التعباية في آخر أسئلة غير دقيقة الشغل الثاني أنه هاي الدراسات عم تنعمل على مجموعات كبيرة من الناس وبتنعاد هاي الدراسة كل سنتين أو كل خمسة وبقارنوا بيشوفوا مين هذو الأشخاص صار عندهم سرطان فبصيروا يربطوا مين اللي جاوب أجوبة بناء على الأجوبة مين أجوبته أكل لحمة وبناء عليها آو الله هذول الأناس اللي جاوبوا أكلوا لحمة صار معهم سرطان طبعا أول إشي أنت ما بينت نوع اللحمة في هاي الدراسات بيبين لحمة ما بنحكيها ميت أو بروسست ميت لحمة مصنعة ولحمة طبيعية أكيد اللحمة المصنعة هي مسرطنة لما يضاف عليها من نيتريك أوكسايد من الملح الصيني حتى تعطيها نكهة بالإضافة لأنه هي زبالة اللحوم بنضاف عليها أردأ أنواع اللحوم فهي أكيد مسرطنة لبروسست بس ما بفرع بناتها عشان هيك منلاحظ في الدراسة أنه الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أكثر استهلاكا للحوم المصنعة هي أكثر الشعوب التناول من برضه للحوم وهي أكثر الشعوب إصابة بالسرطان زي ما حفرجيكم هون ففي فرنسا تقريبا بياخدوا 120-130 جرام من اللحم للشخص في اليوم الكمية مش قليلة لما تحكي على معدل في اليوم فيعني تقريبا أنت كأنك كل يومين بتاخد 250 جرام لحم حمرة وهي قيمة عالية في المجتمعات العربية ومع ذلك فإنه إصابتهم بالسرطان من كل 100 ألف شخص يصاب تقريبا 30 شخص بينما الأشخاص في اليابان بتناول اللحوم الحمراء كتير قليل تقريبا بحدود 30 جرام لكل يوم للشخص ومع ذلك هم يصابوا بـ 11 إصابة لكل 100 ألف شخص المقارنة إحنا في عدد الإصابات لعدد أشخاص كتير هامشية عم تحكي الدراسة للشخاص اللي صابوا بسرطان الكولوليكتر من 10 من 5% في أقصى قيمة هي عبارة عن 5% بالمية فهي قيمة مهملة ولكن لما تيجي الدراسة تيجي بتقولك اللي في أمريكا صابوا 50 شخص بينما في اليابان 15 بيقسموا 50 على 15 بقولوا فرصة إصابتك بالسرطان خمس أضعاف لما بتاكل اللحوم على ما ما بتاكل اللحوم لكن خمس أضعاف بالنسبة هي مهملة اللي هي خمسين شخص بالنسبة لمية ألف شخص فبالتالي هاي الدراسات مضللة دراسات بعلميا معروفة وتغذويا في الدل في الكتب والدراسات معروفة أن هذه الدراسات ممكن تعمل منها نظريات لكن ما لا تكفي لإثبات النظريات بدها دراسة إكسبرامنتل اللي عادة ما بلجأولها طب ليش أخصائية تغذية بلجأولها هاي النوع من الدراسات بكل بساطة نرخيصة يعني عادي بتعمل الاستبيان ووزع جروب فيسبوك كبير ووزع على الواتساب وأعطي علامات مشاركة للطلاب اللي عندك في الملامعة على أساسي وزعوه الأكبر عدد ممكن هاي حصلنا على ألف شخص دراملوا الدراسة وعيد هاي الدراسة على كل خمس سنين بتكون بعشرة سنين حصل الدراسة بناء على فهمك أنت للأكل رح تحتط الموضوع وسهل جدا إذا ما عجبتك النتائج تتلاعب في هاي النتائج فبالتالي إحنا جاينا على عيد اللحم أكيد ما تبالغوا باللحم يعني بكفيك أنت في اليوم 250 لحم في اليوم الوجبة الوحدة يعني ممكن تأكل لك 300-350 جرام في اليوم كامل وهيك أنت بتكون بعلغة شوي بس ما تروح تأكل كيلو كيلو وإن من اللحم في اليوم أكيد رح تأذي حالك وحتقدي لارتفاع ليروك أكسد وبالنهاية إذا شفتوا المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير ولا تبخل على حالك أنك تنضم للقناة وتكبس على شارك الجرس حتى يأتيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة لك وأكيد لا تبخل علي أحمد سمارة وأنك تعمل لي لايك فأنا بتجيكم بستمر وكل عام وأنتو بخير وإن عاد علينا العيد وأنتو بصحة والعافية وتقدروا تتابعونا على موقعنا الرسمي أو جروبنا الرسمي على الفيسبوك وتقدروا تتابعونا على الإنستغرام والسنابشات وأشوفكم في الحلقات الجاي وبأمان الله مع السلامة حسناً الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وليله الحمد